أحب أن أذكر لكم أيضاً بأن الشخص كان معنياً بمسألة العقيدة أنه كتب هذا الكتاب الذي قال بعضهم أنه لم يكتب فيه أو ليس عند المسلمين كتاب أفضل منه الشفاء فيه التعريف بحقوق المصطفى بشي الشفاء الشفاء لأنه ده السجل القافية ديال فهذا الكتاب تحدث فيه خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوقه عن التصور الذي يجب إن ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من المعتقد أنك حينما تؤمن تؤمن بالله وملائكته واكتبه ورسله والرسول الأقرب إليك هو هذا هو محمد فإذا كنت لا تعرفه إلى معرفة غامضة فأنت تقوم بحقه فلذلك كان الناس عندنا يغتنمون بعض المناسبات وبعض الشهر ليقرؤوا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون الشماء المحمدية وأنتم تعرفون أن الشماء المحمدية فيها نحو من 400 حديث ولكن المغرب شرحوها شيخ جسوس شرحها وكان الناس يقرؤون الشماء المحمدية والنساء والرجال والأطفال في البيوت كانوا يعرفون الشماء المحمدية يعرفون الشماء المحمدية يعرفون الصفات الخلقية والصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مهم للاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم وللالتقاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسألة مرة لكن هذا الذي كتبه القاضي شيء آخر هو كل ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب له من كرامته على الله تعالى إلى غير ذلك هناك أحاديث ربما تكلم عنها بعض الناس ولكن الذي أريد أن أنبه إليه أن له فصلا في الجزء الثاني هناك الجزء الزاء فصلا الآن طبوع هذا طابعات أخرى جيدة جدا فصلا تانيا فيه ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من التوقير مهم جدا ولكنه يضع فيه هذا الذي أنبهكم إليه ويجب أن تقرؤوه وتقرؤوه الناس وهو قوله ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم هذا الجزء هنا تكلم في شيء خاص معرفة توقير الصحابة ومعرفة حقهم والخروج وعدم الطعن فيهم وحمل ما وقع بينهم على أحسن المحامل وإعطاؤهم مكانتهم لماذا يقول هذا؟ إذ الصحابة لهم حرم عند أهل السنة ولهم مكانة ويدكروا لهم حججا كثيرة أنتم الآن لا بد ذلك هذه في القاضي عياد لا بد تخذوه وتسجله وأنتم ستخطبون به لما تكلموا عن النبسة لن تجدوا أحسن من هذا حينما تتحدثون عن النبسة لا تجدوا المسائل الخاوية ولا المسائل اذكروا شيء مما قضاه القاضي لماذا ذكر القاضي عياد هذا بعد لأن الطعن في الصحابة هو مدخل إلى الأمة الشيع على أي شيء يقوم الذب ليس لهم إلا هذا سندهم الوحيد الذي هو الشغب على الصحابة والطعن في عائشة والطعن في أبي بكرين والطعن في لو لم يفعلوا هذا لسكتوا ليس لهم إلا هذا من هو صاحب الخلافة هذا كله ليس من الدين في شيء هؤلاء الصحابة وما فعلوا وما وقع بينهم كبشر وقع ولكن الدين هو الكتاب والسنة نحن لا يمكن أن ننشئ دينا على أساس الغضب والطعن على أن أخ فلانا أخذ وفلانا هذه مسائل حوادث التاريخ هذا تاريخ حوادث التاريخ لا يوخذ بها دين كامل إذا أردت الآن انظروا في بعض ما يكتبه البعض كل ذلك ما ظهره شيء محور واحد فاطمة أخذت لها أخذ لها حقها عائشة وعائشة وفاطمة هؤلاء ليسوا من الدين في شيء هم الآن المؤتمرون بالدين قد يكونون قد يصيبون وقد لا يصيبون ولكن أن تضرب الإسلام كله وأن تميز زق الأمة كلها الإسلامية وأن تقتل مسلما لأنه تنسبه إلى يزيد ولأن الحسين كان هذا ليس شيئا وإنتم تلاحظون أن هذا يستفحل قراعة هذا الكتاب في المقررات كانت تعطي صورة عن ما يجب اعتقاده في الصحابة ويغلق هذا الباب باب الطعن لأننا لا نريد أن تتمزق الأمة الإسلامية أكثر من ما هي ممزقها لا نريد اختصم أولئي وإذا مات من الناس أشخاص في زمن ما فلماذا يجب أن يموت الآن الآلاث وبأسلحة فتاكة وبأعداد أكبر ما يموت الناس الآن فيه أكبر من العدد الذي مات فيه الناس بعد مقتل الحسين أو ما إلا ذلك ذلك شيء تم في التاريخ ونقوله أو نعتقده ونقرأ وندرسه ونبتعد عن الأقوال الطوائف في بعضها لنهل ليس فيها صواب ثم نمضي نحب كل المسلمين ونلتقد مع جميع المسلمين قد نختلف مع المسلمين ولكن كلهم مسلمون وكلهم يجب أن نلتقي معهم ولن نقيم الدين وحدنا نحن لا يمكنك أن تقيم الدين وحدك أن تنبذ جميع المسلمين لتبقى أنت الفرقة الوحيدة وتجد نفسك تواجه العالم كله لأنك ستواجه المسلمين وغير المسلم هل تستطيع أنت ذلك وهل مصلحتك أن تعيش في هذه الصراع أنت يجب أن تأخذ أمتك إلى التحديات الكبرى المعرفة والعلم والتوحد والأخذ المكان الصحيح الذي يليقه بالأمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر